من يعود العراق يتحمل أكثر مما هو فيه وإنقاذه صار حتميا وواجبا على الشعب وكل ذلك لن يتم في ظل بقاء العملية السياسية الحالية بشكل يومي يتصدر العراق صفحات الوكالات والصحف الدولية التي تتحدث عن تفاقم أزماته واستشراء الفساد في مفاصل مؤسساته صحيفة Wall Street Journal رأت أن العراق ما زال بعيدا عن مكافحة الفساد وإيقاف هدر المال العام حيث انخفض دخل الفرد السنوي إلى أقل من 4000 دولار بينما يعاني نصف السكان من عدم توفر المياه النظيفة إضافة إلى انقطاع الكهرباء الذي أصبح أبرز مشكلة في الوقت الحالي وبحسب مؤشرات الفساد حرية الصحافة فإن أكثر من 75% من العراقيين يرون أن بلادهم تسير نحو الهاوية تداعيات الفساد فاقمت نسبة الفقر بحيث وصل منهم تحت خط الفقر إلى 32% بحسب وزارة التخطيط الحالية مبيناة أن انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا عاملان رئيسان في وصول الفقر إلى نسب أعلى تجعل العراق في صفوف الدول الإفريقية الفقيرة وخلافا لتفشي الفقر فإن ثروات المسؤولين الحكوميين تزداد حتى تجاوزت موازنات مالية لدول بأكملها وكل ذلك بسبب غياب المساءلة والمحاسبة الحقيقية رغم وجود قانونها بشكل شكلي كما أقرت بذلك لجنة النزاهة النيابية واقع مأساوي جعل السكوت عليه والرضى به تخاذلا وذلا والثورة من أجل تغييره واجبا مصيريا لا بديل عنه لمن أراد التخلص من هذه الدوامة ترجمة نانسي قنقر